أهلاً وسهلاً ورح بحضوركم في شركة أراد براندينج وأتمنى أن تكون هذه بداية جديدة للتعاون التجاري لفترة طويلة معكم أستاذ علي زميلي حابين نتعرف عليكم أكثر شكراً لك معيك ليلى محمد نحن وكلاء لأحد التجار الكبار الموجودين بأثيوبيا وليحنا اليوم جايين بغرض طلب منتج معين هذا الطلب عبر نحن طبعاً بعثنا لكم إياه قبل بمرة وهو الحديد المسلح والأستاذ علي زميلي اليوم نحشح لكم شو هي مواصفة الطلب شكراً لكم شكراً لكم باستضافة الحلوة وإنه إحنا هنا جايين نفس معقالة الأنسا ليلى إحنا جايين مندوبين عن الشركة الأصلية مندوبين لأن نثبت الطلبية ونتفاهم على تفاصيل التجارية وإننا الشرف أن نتحامل مع أشخاص محترمين واشخاص كبار في مجال التجارة مثل حضراتكم ومثل شركتكم شكراً لكم ونتشرف بمعرفتكم بالتأكيد حياكم الله أهلا وسلم بكم شرفنا بحضوركم بناتنا اليوم مجموعة Art Branding مثل معرفتني زميزتي لانسا صبا وياكم مستغ علي سالم موجودة هنا بشركة Art Branding العالمية مثل ما عادكم معلومات عن الشركة فشركتنا هي شركة عالمية خبرة لها أكثر من 17 عام في مجال التجارة والتصيير وعمل الشركة كلية بتجارة الجملة وتعمل على أكثر من 4000 منتج ومنتجات تكون بالتأكيد عالية تجارة بأرخص الأسعار أسعارها تكون جداً مناسبة بالتأكيد الأسواق العالمية مثل ما تعرفون عن شركتنا فعندنا الارتباط في جميع دول العالم وعندنا فريق نفاوضات تجارية أكثر من 14 لغة وعندنا الارتباط في جميع دول العالم لذلك في تجاراتنا ماشية وبالتأكيد للشركة مثل ما ذكرم المنتجات لدينا شركات نقلية التي توصلنا المنتجات لجميع دول العالم لدينا روابط بكل مكان ممتاز أستاذ شكر منكم بالتأكيد شرفتونا شرفتونا أهلا وزن بكم طبعاً شركت بهذا الحجم أكيد عندكم معاملات تجارية مع أفريقيا طبعاً ومثل ما قلت لكم أتمنى أن تكون هذه البداية كلش ممتازة وتستمر لفترة طويلة أكيد أكيد هنا بس إذا تراعونا بالأسعار وتراعونا بالتعامل أكيد راح تكون في بناتنا تعاون جداً كبير يعني إحنا نشتغل على السوق الأفريقي بشكل واسع وما في عندنا تأمين فيه موجود عندنا في دول مختلفة فإذا نقدر أن نحصل تأمين جيد للمنتجات مثل شركتكم شركة عريقة ويكون فيها مجموعة لكل المنتجات التي نحتاجها فمن الأفضل ويسعدنا كثير أن نتعامل معكم على كل المنتجات ولكن في بداية الأمر راح نحب أن نعرف عروضكم للمنتج اللي احنا حالياً طالبين نفس ما بعثنا لحضرتكم الألواي يخص الحديد المسلح من قياس ثمانية إلى ثنين وثلاثين ومن مجموعة نفس ما تعرفون الطلبية راح تكون طلبية كبيرة أربعة آلاف طن وهذا تعامل بسيط في بداية الأمر تأكدوا أنه هذا تست تقدرون تحسبه وبعدها لا راح تكون تعاملات بيناتنا أكبر بكثير بس إحنا حابين أنه نعرف شوعتكم عروض في خصوص الأسعار والتوصيل إن شاء الله التأكيد يعني ما يكون خاطركم إلا طيب بالتأكيد مثل ما تتضلت وتعرفون عن خبرة شركة العريقة وإن شاء الله ما نقل لكم تطلعوا منها إلا خاطركم يكون طيب من الأسعار من القدمات الموجودة ومتففرة لهم فبالتأكيد يعني أنتم تفضلت واسا عن الفاتورة اللي يرسلتوها موجودة من السلسابة فيها كل شيء شخص طويلنا من نوع الحديد التسليح إلى كافة قياساته والحجم اللي ذكرتو بيه ممتاز طبعاً نحن درسنا كل التفاصيل اللي موجودة في الألو آي كل التفاصيل موجودات قدنا فمع كوي قلق والأسعار كلين الأسعار كلين موجودات قد أستاذ عالي بس خلينا أصور نبدي في سعر أرض المصنع طبعاً اللي نشوف أصلاً السعر المنتج هو شقد يعني راح يكون في المصنع المجموعة الأنواع اللي أنتو عرضتوها الردتوة مثل الأي ثري الحديد المسلح يكون 445 دولار على كل طن مجموعة المقاصات مجموعة المقاصات مجموعة المقاصات مجموعة المقاصات هذا يصير سعر أرض المصنع مايضاً سألت مايضاً بداية ظهر ف ETF عباس هو يستعر 25 يوم وتصل إليكم 20 ألف دولار طبعاً هذا 20 ألف بس النقليات وأيضاً هناك مبلغ إضافي هو الحجز الرصيف البحري بالتأكيد أيضاً يكلف ما يقالب 15 ألف دولار فالمجموعة يكون 25 ألف دولار ممتاز السعر كتير منيح السعر مناسب معقول جداً بس احنا مثل ما تعرفون يعني احنا موجودين بالإمارات والزبون هو نفسه أصلاً موجود في أثيوبيا فالموصول إلى أرض المصنع أو FOP شوية صعب بالنسبة لنا فالمطلوب السعر CIF ميناء مقدشيو إذا ممكن تعطيني العرض اللي متوفر عند حضرتك في خصوص البضاعة واصلة إلى ميناء مقدشيو بالتأكيد إن شاء الله ولكن أرض المعذرة إذا ممكنكم تعطيني بعض اللحظات بأجل حسابات بسيطة إلى ميناء مقدشيو بتأكيد إحنا عندنا هذه العرض اللي نقدر نوصلها إلكم إلى ميناء مقدشيو أنا مو مشكلة بس بعض الزبان يأخذوني البضاعة إخوتي أنا بشكل عام بسبب تواجد متعجرنا أو بشكل عام الشركة الخاصة في موجودة بأتيوبيا فمفضل إنه لا كل شيء بضاعة نتفق عليها تكون واصلة جاثلة من مقدشيو هذا ما مذكركم في الألو آي فمن هاي نعم لذلك حسابات بالتأكيد كنت تكون شوي مبلغ كبير على هذا السعر هذا السعر الشحن اللي هسا موجود عدد ممكن فعلا يكون هذا هو السعر لكن بشكل عمكة بداية بين التعامل الشركتين المفروض يكون في شوية مراعاة بموضوع الأسعار خاصة بالسعر الشحن لأنه هاي مو أول معامل رح تصير بيناتنا أكيد في كتير معاملات تجارية أكيد يعني السعر عدد كثير عالي بالنسبة للشحن يعني يكون حسابات وعشرين ألف واصل لميناء بندر عباس أكوبي بندر عباس ووصول الـ CIF لميناء مقدشيو السعر كثير عالي وأبد يعني ما رح يكون يصرفينه أبدا ونقدر نشتغل على هذا بأساس أكيد بس أستاذ علي يعني ستليلي في التجارة وتحرفون هذا السعر الشحن المسعر المنتجي اللي أنا اقدر قطيكم تخفيضات عليه بس بشكل عام لما بدو يكون في التعامل أول بين أي تاجر وشركة بشكل عام بس بيكون في شوية عروض حتى تقدر تجلب العملاء حاولوا يجذبونه بموضوع نعمة طيبة أنا إذا سمحوا لي يعني هذا الموجود حاليين سعر بس رح أجر الاتصال شكراً وهي المدير النقليات بالتكليز لوجيستيك عقر منها السعر نهاي وإنشار مخاطركم لطيبة يجب أن تأكد علينا أن السعر يكون مناسب حتى يكون بيناتنا تعاون لأن السعر يعطيتنا تقريباً كثيراً عالي لم يتقرب بنا أكيد كثيراً أصلاً ما يصرفنا على هذا العديد وأحنا اختاريناكم على هذا الأساس أن تجدون حل لكل الأزولة نعم إن شاء الله أن تلقيمنا سعر مناسب نعم بالتأكيد من أجل التصعب بسرعة وإن شاء الله ما يكون خاطركم الله طيب تفاضل نحن ننتظر منك أخبار حلوة إن شاء الله بالتأكيد هل ستسباح حدود قر عندكم مكاتب موفودة في أفريقيا؟ إن شاء الله ألول السلام عليكم محمد المدير شوان الصلاح إن شاء الله بخير نعم بالتأكيد أستاذ العزيز على حسب الألواء الذي أنسيت لك نعم حذرت هناك تغييرات بسيطة نعم إلى ميناء مغديشو بالتأكيد ولكن أجل التصعب جدا مناسب تجارنا إجداد علينا وإن شاء الله قدمهم خير علينا وبالتأكيد أعزازنا المتهم جايين حلو متاز جدا لا رائع الله يبشرك بالخير أستاذ قبر جدا حلو خير إن شاء الله إن شاء الله أرد لك خبر نعم نعم وقب انتظاري إلى اللقاء بشرنا بالخير أستاذ علي بالتأكيد إن شاء الله خبر مفرح جدا كان حظكم حلو بالتأكيد ما يخفكم عليه هذا الشيء أخبرني موديل لوجستيك إن هناك بواقر قادمة إلى ميناء بندر عباس إن شاء الله أنك رح تفرغ المنتجات بها البضاعة رح ترجع خالية وهم أيضا مستعدين يتعاومون غيانه ونقلون لكم البضاعة إلى ميناء مغديشو بالتأكيد رح يكلفكم سعر الطن الواحد 35-30 دولار بالتأكيد مع الضرغ اللي يوصل 40 يوم إن شاء الله إلى ميناء مغديشو سعر بالتأكيد سعر ممتاز سعر كثير منيح وممتاز الآن نقدر نعمل على هذا السعر نحن نتحدث عن الفواتير التي تتعاملون إياها طبعا التفاصيل كلها ذكرتها في الألو آي في جاية وصورتناكم وحنا أحسن عرض اللي تقدرون أن تفقونا صبعا فاتفقنا على الأسعار كل هين الأسعار الباب المصنع والسعر الافوبي بس أنتو قلتوا ما تردون تردون إلى ميناء مغديشو طبعا وصار سعر الشحن يعني 35 دولار على كل طن وراحت البضاعة توصل لكم في خلال 45 يوم فهسا خلي نبدي على طريقة الدفع اللي هم الذكرون اللي عندهم مكاتب في إمارات وحنا معدنا مكتب في إمارات فأنا أقدر أبدي الإجرائيات للدفع خلينا خلينا نبدي بسالفة الدفع باعتذر بس نحنا ما رح نبدأ نشتره ما تقدرون تشتروه؟ شنو السبب؟ نحنا اجتماعنا هنا؟ نحنا لما حكينا بالبداية ما برف إذا ذكرتوا هاي المعلومة من قبل بس نحنا بدنا أنا ما بقدر إني أخذ البضاعة خلال 45 يوم البضاعة ما رح تفيدني إذا وصلتني بخلال 45 يوم نحنا عنا عقود نحنا عنا ناس عم تستنى هذا الشي أنا إذا ما رح تفيدني هاي البضاعة نحنا عقود وعندنا التفصالات وارتباطات نحنا عقود أنتم خبركم ولا تتفصال إن السعر خبرتكم وكم يوم يوصل ممكن ما تبعنا لأن السعر فعلا كان مغرق بسكن نحنا خبرتكم أول شيء النقليات في السعرق إلى مينابي لأباس خمسة وعشر يوم هنا شاحنة من الوح تتفرغ والتنقيد هنا تكون بيانات ترانزيت يعني البضاعة رح نتنقلها بيها هنا يعني تسعرق عشرة أيام إلى خمسة وعشر يوم بس أنا قلت يعني توصل إليكم حتى يكونوا مغاقفين على كلامنا أبس أربعين يوم يتوصل إليكم البضاعة هذا الشيء ما رح يناسبني أبدا نحنا متفقين على إنه خمسة وعشر يوم بس خمسة واربعين يوم يعني إحنا حسبنا القطل والتعطيل والجوز راح تدق إحنا إحنا حتى يكونون صارفين بي كلامنا إلكم وقومنا إحنا إكتبه إليكم قلنا هذا الوقت نوصل إليكم يعني بس العودة تدن من أصل بس بأعتذر الموضوع كثير رح يكون صعب علينا أنا بعرف السعر كثير منيح وكثير اتفقنا منيح على السعر بس الإبضاعة حتى مع السعر ما رح تفيدني إذا وصلتني بعد خمسة واربعين يوم يعني بس المشكلة بس الوقت إلا أننا وشكلتنا الوقت لأن التفقين مع الشركات بدنا عقود لنا إتفاقيات يعني ما حب نعبد أن يخرب السمنا ونتأخر في يعني تحويل البضاعة إلى الزبون فإذا بيها مجال إنه تعيدون خساباتكم تعيدون تفكير بالأمر إذا ممكن إنه يكون نحن نتشرب بالتعامل معاكم بس بهذه الطريقة رح ننضر كثير إن شاء الله من خاطركم إلا طيب إن شاء الله معكم مثل ما وعدناكم نحن بأول اجتماع خير إن شاء الله أنا إن شاء الله راح أوصلكم البضاعة إلى الميناء بـ 25 يوم بالتأكيد حسب الحسابات إن شاء الله نتوصل لكم بضاعة نتمنى أنه توصل بالوقت المحدد لأن نفس ما قلت لحضورتك في عدنا عقود في عدنا نحن نسعى على هذا شيء جدا وإن شاء الله البضاعة نوصل لكم بـ 25 يوم راح يصير ضغط عالية كثير بس إن شاء الله راح تكون معاملة نحن قدمنا التنازلات نقدم تنازلات لهذا الموضوع ممكن كمان أنتو شوية قدموا تنازلات من ناحية نحن نحن تنازلات نحن نحن تنازلات عرب ناري ومشتك معاملة أولى ممشتك بس كتير راح تفيدونا خاصة بموضوع وقت التسليم وقت التسليم هنأ وانا سوف أسعاد كثيرا أوصلكم البضاعة بـ 25 يوم إن شاء الله ورحنا نذكرها بالفكتورة اللي تكون 25 يوم يعني نتفق عليها وإن شاء الله راح تتوصل لكم في ذلك الوقت بس انتم واذكرتون اللي تردوها بـ 25 يوم بس حضرت انتو اللي خبرتونا على 25 يوم إحنا كنا متفقين على إنه التوصيل يكون ف او بي إلى بندر عباس خبرنا منه 25 يوم إنه واصلة ما في هالفترة ما تستغرق هالفترة كلها إلى الـ 5 واربعين لأن بعدها راح يكون في اختلاف بالعقود يعني احنا اتفقنا من البداية كان على 25 يوم إن شاء الله راح تتوصل لكم بالوعد ورح يكون الاتفاق جيد انتأكيد يعني انتم مردكم علينا إن شاء الله راح نخير لكم ورح تحصلون على البضاعة بأفضل جودة وإن شاء الله راح نتسلم لكم بالوقت الماغور ونسألنا نذهب على طريقة الدفع انتم مثل ما ذكرتون عندكم مكتب في إمارات وحنا معدنا مكتب في إمارات وراح الدفع يصير مقدمة وعلى طريق كاش في مكتبنا في إمارات أو مكتبكم يعني المنومات راح يكون نبدن شوف شو اللي ناسبكم بأي وقت اللي حضرتكم تطلبوا المبلغ راح يكون حاضر عندنا إما تشرفونا في المكتب أو نبعث لكم إن شاء الله راح نتفق على هذا المنومات شكرا لكم شكرا لكم وهاي كتير معاملة طيبة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اون محصول نقش اساسي داره ممکنه چند درخواست جدی برای طولید کننده بياد که بعضی از اونا حتی عرضش و سود بیشتری داشته باشن برای طولید کننده پس طبیعه که طولید کننده به طولید همزمان این دوتا سفارش هم فکر کنه و بخواد زمان بیشتری برای تحویل محصول بده یا یه روز ممکنه مدیرامل تو کارخونه نباشه و سفر کاری رفته باشه برای ادامه بخشی از طولید نیاز باشه به امزای این مدیرامل یا یهو میبینین که دولت تصمیم میگیره سه روز کشور رو تحتیل کنه و همه کارگره و کارمنده به کارخونه نمیرن و همین میتونه طولید رو به تحفیر کننده بعضی وقتا هم طولید کننده مواد اولیه رو که از داخل یا خارج کشور خریده می کرد به خاطر ادم امکان مقادلات عرضی و مالی تولید کننده ها با شرکای خارجی مشکلاتی که تو این زمین وجود داره باعث میشه تا خرید مواد اولیه توسط تولید کننده کمی بیشتر از حد معمول طول بکشه یا گاهی اوقات برای تولید محصول با برند و ویژیوی های خاص نیازه تا تولید کننده مجدد یه سری مجبزه های مورد نیاز رو از سازمان های دولتی دریافت کنه و همون می دونیم که کارهای دولتی خیلی زمانبر هستن و ممکنه تولید کننده روزه ها بره و بیاد تا اون مجبز لازم رو بگیره اشکالات سیستم حمل و نقل کشور و هزینه های سرباری رو که برای تولید کننده به وجود میاره باید یکی دیگه از مشکلات بخش تولید دوریست اختلاف در هزینه های جابجاری محصولات کاملا مشهوده برای کاستن هزینه نهایی محصول طبق قراردادی که بین تولید کننده و خیدار بسته میشه شخص تولید کننده مجبوره برای موندن سر قولش و اینکه ضرر هم نبینه به دنبال شرکت های حمل و نقلی باشه که منصفانه باش کار کنن و این کار هم لازمه زمانه همچنین برخی محصولاتی که مواد اولیه اون در ایران وجود داره ارز شخصی که مواد اولیه رو در دست داره ممکنه به خاطر سود کردن بیشتر مدتی از فروش خود دست نگه داره و بار رو انبار کنه تا زمانی که نرخ ارز افصایش پیدا کنه و سپس میاد و محصول رو میفروشه لذا در این صورت تولید کننده نهایی مجبوره تا مدتی سبر کنه تا مواد اولیه مجدد به بازار بیاد و بتونه اونها رو بخره برای همین چون اتفاقات تو ایران زیاده تولید کننده همیشه سعی میکنه یه هاشی امنی از لحاظ زمانی برای خودش در نظر بگیره تا بتونه رفتار خوبی داشته باشه و به قولش سر تایم عمل کنه و بار رو به موقع تحویل بده مثلا اگر بتونه بار رو بیس روز تحویل بده میگه من چه روز این بار رو میدم پس این موضوع کاملا درست و طبیعی برای تولید کننده است که زمان تحویل رو کمی بیشتر اعلام کنه ما دردقای توید کننده ها رو شنیدیم حالا من چند تا از دردقای خریدار رو بهتون بگم محل بحث ما یک معامله سنگینه مشتری میگه یعنی چی که من پول بدم و بعد شما عاطه بیس روز بارگیری میکنید این در اقتصاد بیمنیه چرا میگیم بیمنی؟ نکته مهم اینه که در اقتصاد ما یک مشکل وجود داره اون هم این که اگر بخوایم قرارداد هامون رو منطقی ببندیم پول رو اول میگیریم چون ما الیسی کار نمی کنیم وقتی به مشتری میگیم دومدین دولار عددی که دوستان توی این معامله داشتن در اموردش بحث میکردن این رو بده و بیست و پنج روز بعد بار رو آماده میکنیم یا حتی در مواردی بار رو تولید میکنیم این از نگاه ما طبیعیه ولی حقیقتش اینه که در نگاه مشتری طبیعی نیست من خریده ها میخوام پول بدم به شما و خب چین هم هست که فردا صبحش بارگیری میکنم به مانت که میتونم السی بدم این که بار رسید بعدش پول رو تصفیه کنم و مذیعتها رقبتی دیگه به عنوان مثال جیبوتی به عنوان یک منطقه مهم در شمال شرق آفریقا یا شاخ آفریقا منطقه آزاری داره که فروشنده ها فضایی از این منطقه رو اجاره میکنن و کالاش رو میارن و اونجا قرار میدن تاجرهای زیادی حتی از کشفرهای همسایش مثل اتیوپی، سومالی، کنیا، سودان و سودان جنوبی میرن و از اون منطقه باری که موجوده رو میبینن و خریداری میکنن ما داریم در مورد این بازار و این اقتصاد صحبت میکنیم حالا برای خریدار این سوال پیش میاد که چرا باید پولم 20 روز یک ماه 45 روز اضافه تر دست شما باشه ببینید وقتی پولش دست ماست چند تا اتفاق میرفته یک، ارزش پولش میاد پایین شاید بگید تورم فقط در ایرانه نه، تورم در جهان وجود داره ولی حالا مقدارش کم تره دو این که این چه سطحی از اعتماد رو میخواد شما دارید کار رو بسیار بسیار سخت میکنید برای مشتری سه، مذیعت رقابتی شما به چشم مشتری کم بیاد ما مذیعت رقابتیمون قیمت بود ولی مشتری میگه مثلا من اگر از چین بخرم فرداش بارگیری میکنه شما تازه میخوایید 25 روز بعد بارگیری میکنید 40 روز بعد تحویل بدید و تحویل به خصوص در قراردادهایی که پیش پرداخت یا پرداخت کامل داره بسیار مساله مهمیه اگر بگید به خاطر این موضوع پرداختی نگیرید اشتباه بزرگید چون 45 روز بعد نمیخره اگر بخواییم بگیم پرداختی بگیر ولی تمام استدرس هاتم از باییم ببر این هم غلطه اما ما هدفمون کار کردنه و سوال اینجاست که باید در یه شرعه چی کار کنیم نظر ما چیه ما در بیشتر اتفاقات باید توازن ایجاد کنیم یعنی اگر شما میخوایی به یکی قیمت بدی و در تایی 20 روز با خیال راحت بار رو آماده کنید و بارگیری رو انجام بدید خودتون رو به سختی بندازید وقتی میدونید که میتونید با سختی بیشتر توی 12 روز 15 روز بار رو جمع کنید این کار رو حتما انجام بدید منظورمون قول بی جانیست وعدایی که مطمئنید انجام نمیدید اینها رو نمیدیم معامله ای که بگید من پر رو گرفتم و بعدش مهم نیست و طرف مجبور با من کار بکنه رو نمیدیم هر روز داریم از این دست اتفاقات رو میبینیم اتفاقاتی که طرف یک باری رو میفروشه و دیگه نمیفروشه این منظور ما نیست بیاییم دقدقه های مشتری رو کم کنیم نهایت تلاش اون رو بکنیم در مشتری هم صادقانه اطلاع بدیم ما با تنمیکارنده صحبت میکردیم که وقتی ازش پرسیدیم که ی بالگیری رو شروع میکنیم گفت از فرداسو هر جور حساب کردیم دیدیم که چه میکنی برای بالگیری از فرداسو وجود نداره پس از اون برای بوم هم نیفتید تو موردهایی که زمان میبره و پول میخوایی پرداق کنید به خصوص اگر درصد اولیتون بالاست حتما در قدر شده بشید یه وقتی شما دو درصد سه درصد قرارداد رو میگیرید فقط برای این که بگید طرف واقعیه دیدید بعضی از محصولاتو سختی وقتی معامله میشه طرف میگه فقط حزینه شیپمنتشی حزینه حملش رو بده این مبلغ یک یا دو درصد قرارداده در این صورت فروشنده مطمئن میشه که خریدار این کار است و کار رو انجام میده و ادامه میده ولی وقتی شما میخوایید مثلا پنجاد درصد هفتاد درصد بگیری باید به تاریخ و تایم دقعت کنید در معاملاتی که پول میگیرید تایم رو تا جایی که میتونید بیارید پایین و دقعت کنید که از مهمترین بحثها در قرار داد تایم تحبیل شماست و این تایم باید مناسب باشه برای خریدار بیاید با مشتری شفت کنید تایم رو تا حد امکان بیاید پایین و دردقاش رو درک کنید ما باید به سختی بیوفتیم و توقع این که با خیال راحت بشینیم و معامل ببندیم اصلا منطقی نیست و شرایط اقتصاد ما که شرایط سختیه شرایط آسونی رو نمیپذیره شما مبذفید که برای نتیجه گرفتن سختیش رو هم بکشید